موسيقى موسيقى في التجارب العارقة في الديمقراطية أنه هناك نمطين أليتين أو صيغتين في احتساب الأصوات وفي نمط الاقتراع دائما نمط الاقتراع أغلبي وي تبني في احتساب الأصوات على الوائح أو على الأحزاب التي تحصل على أغلبية الأصوات وبالتالي هذه العملية تعطينا أوتوماتيكيا أحزاب قوية أحزاب أغلبية ولكن تؤدي في المقابل إقصاء الأحزاب الصغيرة وبالتالي قد تؤدي إلى إقصاء التمثليات التي كانت في المجتمع ولكن بالمقابل تعطينا برلمانات قوية وكتعطينا حكومات منسجمة وحكومات قوية وكتسهل المسائلة السياسية ديال الحكومات في المقابل معروف أنه كان نمط اقتراع ونمط آخر اللي هو نسبي اللي كي يعتمد لا توزيع المقاعد بناءًا لا واحد المعامل واحد المعدل ديال 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 الأصوات وهذا النوع الثاني من طبيعة الحال يعني كي يعطينا إمكانية لأنه كل الأحزاب صغيرة أو كبيرة تمثل في البرلمان ومن طبيعة الحال ولكن هاد العملية تؤدي إلى صعوبة وتعقيد في تشكيل الحكومات وكي تعطينا في الآخر حكومات تلافية فوسي فسائية هاد نعدي للحكومات لأولاً كي صعب التوافقات وكي صعب يعني تبني برنامج حكومي منسجي وكذلك كي أدي إلى صعوبة بناء التوافقات وفي حالات كثيرة كي أدي في دول العالم إلى عدم استقرار الحكومات هذا أكاديمياً هذا الأمر يعني أساسي يدرس في الجامعات اليوم في المغرب لا تتكلمش فقط على هذا الموضوع ديال الأغلبي أو النسبي لكن اليوم كي نقش آخر حول على أي أساس سنحتسب الأصوات وسنوزع المقاعد ما سمي بالقاسم الانتخابي يعني كي النقاش وصراع ما بين جوج مكونات مكوين الذي يدافع على أنه يتعتمد للمسجلين في اللوائح الانتخابية وكي المكوين آخر الذي يدافع على أنه نبنيوا الاحتساب على الأصوات المعبر عنها والصحيحة انطبط على هذا النقاش وهذا الصراع بين المكونات السياسية هو مرتبط بوضع الأحزاب السياسية في المغرب اللي هو من طبيعة الحال محدودية يعني الامتداد الاجتماعي للأحزاب السياسية وضعف تمثيل ديالها في المستوى المجتمع أكثر من ذلك أنها عدم قدرتها على إقناع الناخبين بالتصويت يعني عدم قدرتها على إقناعهم عبر الحملات الانتخابية وعبر البرامج الانتخابية أكثر من ذلك الأمر أكبر من ذلك أنه يعني هناك تحديد المحدودية المسجنين في اللوائح مسألات مسألات فعالية الحكومات يعني هل ستكون الحكومة المقبلة بدل العذالة والتنمية أكثر فعالية من الحكومة الحالية الأمر هذا الأمر لا يتوقف على طبيعة الحزب الذي يدبر أو الذي يسير بقدر ما أن مسألت فعالية الحكومات هي مرتبطة بأمرين أساسيين مرتبطة في الأمر الأول مرتبطة بالإنسجام للحكومة وقلت أن الحكومة المقبلة سوف لن تكون منسجمة لأن هنا مطل الاقتراع في المغرب يعطينا فوسيفيسة حزبية في البرلمان وبالتالي يعطينا فوسيفيسة في تشكيل الحكومة وفوسيفيسة إيهة الحكومة تنقص وتحد من فعالية الحكومة ومن انتجامها الأمر الثاني يعود إلى طبيعة النظام الدستوري والسياسي المغربي لأن القرار لا تملكه الحكومة لوحدها لأنه إلى جانب الحكومة إلى جانب المجلس الحكومي دستوريا هناك المجلس الوزاري فالمجلس الوزاري هو الذي يضع الاستراتيجيات الكبرى هو الذي يضع التوجهات الكبرى من طبيعة الحل المجلس الحكومي مهم لأنه هو الذي يعمل على نقل هذه التوجهات وهذه الاستراتيجيات إلى سياسات عمومية قطاعية يمكن تنفيذها لكن من طبيعة الحال هناك تحديات أخرى يعني تعيق فعل الحكومات التقارير كلها تتحدث عنها بما فيه التقارير الوطنية تقارير المؤسسات الوطنية المعنية بالحكامة وأن هناك فاعلون آخرون من خارج الحكومة الذين يحدون من فعالية الحكومات أولا في المغرب هناك المؤسسات العمومية كذلك هي معنية بالسياسات العمومية والمؤسسات العمومية هي فاعل قوي الذي أحيانا هو أقوى من الحكومة أحيانا بجانب الحكومة هناك يعني فاعلين آخرين أكثر من ذلك الجميع يتحدث في المغرب على وجود لوبيات قوية في المجال الاقتصادي وفي المجال العقاري وفي غيرها من المجالات التي من طبيعة الحال تساهم في أعقاد فعل الحكومة وفعل المؤسسات وفعل حتى الجماعات ترابية بمعنى أنا بالنسبة إليه في النظري من الموقع الأكاديمي موضوع القاسم الانتخابي في نظري هو الصراع الموجود عليه ليس مرتبطا بتدبير حكومي ومرتبطا بالفعل الحكومي بقدر ما أنه مرتبط بالحفاظ على المكاسب السياسية للأحزاب السياسية على مستوى البرلمان الصراع الانتخابي في المغرب ليس صراع برامج ليس صراع استراتيجيات ليس صراع أيديولوجيات ليس صراع توجهات بقدر ما هو صراع حول المقاعد في نظري هو أن أصلا الحكومة في المغرب ليست الفاعل وحيد وليست هي لا تملك السلطة الدستورية الكافية لوضع استراتيجيات والسياسات تساءل عليها بالتالي القاسم الانتخابي صراع ظرفي وصراع حزبي ضيق في نظري مرتبط بوضعية الأحزاب السياسية وبحفاظها على مكاسبها يعني على مستوى البرلمان قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناه في العشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر